التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينيتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ومحافظي دومياط وعدد من المسؤولين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع يأتي في إطار متابعة توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة الحوار المجتمعي مع أهل محافظة دومياط من العاملين في صناعة الأثاث استمرارا للجهود القائمة لتطوير مدينة دومياط للأثاث لتصبح مدينة صناعية متكاملة كما يأتي الاجتماع في إطار توجيهة الرئيس السيسي بمساندة المحافظة لتطوير هذه الصناعة والارتقاء بها وتمكينها من المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي وأوضح متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على مختلف مراحل تنفيذ وتطوير مدينة الأثاث وفقا لأعلى معيير الجودة والاحتياجات التصنيعية واللوجستية والخدمية حيث وجه الرئيس السيسي في ذلك الصدد باستمرار التنصيق بين الجهات المعنية ومواصلة العمل المكثف لإنجاح هذا المشروع المهم أكد الرئيس السيسي حرصا مصر على توطيد التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الصين والشركات الصينية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجلس إدارة مجموعة الصين الدولية للطاقة ليو زي تشينغ والوفد المرافق له من كبار المسؤولين بالمجموعة بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وصرح متحدث الرئاسة بأن الرئيس السيسي أشاد بقوة وتمييز العلاقات المصرية الصينية معاربا عن التهنئة للرئيس تشي جينبينغ بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للصين لفترة جديدة وأضاف متحدث الرئاسة أن رئيس الشركة الصينية أشار إلى التحسن الملموس الذي طرأ على شبكة الطرق والمواصلات والاتصالات والمدن الجديدة والموانئ البحرية وفي مجالات محطات تحليات ومعالجة المياه والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة كما أوضح رئيس الشركة أن المجموعة الصينية تعتزم إقامة مشروع ضخم لإنتاج الهايدروجين الأخضر في مصر باستثمارات تتراوح بين 5 و 8 مليارات دولارات في ضوء ما تتمتع به مصر من مقاومات كبيرة في هذا الصدد حث وزير خارجية أوكرانيا ديمتري قليبة ألمانيا على الإسراء بتقديم إندادات الذخيرة والبدء في تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات مقاتلة غربية وقال قليبة في تصريحات صحفية إن نقص الذخيرة يعد المشكلة الأولى التي تواجه بلاده لصد الهجوم الروسي وأضاف أن الشركات الألمانية المصنعة للأسلحة أبلغته خلال مؤتمر يونيخ الأمني الشهر الماضي أنها جاهزة لعملية التسليم لكنها تنتظر توقيع الحكومة على العقود قال المتحدث باسم القوات الأوكرانية في شرق البلاد سيرهي شرفاتي إن أكثر من 500 جندي روسي قتلوا أو أصيبوا خلال 24 ساعة الماضية في معركة مدينة بخمط الشرقية وقال شرفاتي في تصريح لمحطة تلفزيون البرلمان الوطني إن الروس شنوا 16 هجوما خلال 24 ساعة مع وقوع 23 اشتباكا في بخمط وأضاف أن 221 من الجنود الروس قتلوا خلال المعركة وأصيب 314 بإصابات متفاوتة تظاهر آلاف المواطنين في العاصمة براغ احتجاجا على سياسات الحكومة ومعدلات التضخم المرتفعة مطالبين بإنهاء الدعم العسكري الذي تقدمه بلادهم لأوكرانيا وتواجه الحكومة الشيكية منذ عام معدلات تضخم قياسية تعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار موارد الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا وقال جيندريتش ريتشل المحامي الذي يقود حزب برو الجديد أمام حشد في وسط العاصمة براغ إنه يجب اتخاذ إجراء لمواجهة الفقر وطالب المتظاهرون حكومة يمين الوسط بزعامة بيتر بيالا بالاستقالة ويتهم معارضون حكومة بيالا بإرسال مساعدات عسكرية وإنسانية سخية إلى أوكرانيا منذ بدء الأزمة قررت كوريا الشمالية اتخاذ إجراءات مهمة وعملية للردع الحروب وذلك خلال اجتماع اللجنة العسكرية للحزب الحاكم برئاسة الزعيم كيم جونغ أون ويسبق الاجتماع مناورات عسكرية مشتركة كبيرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين وتثير هذه التدريبات غضب كوريا الشمالية وناقش الحزب الحاكم اتخاذ إجراءات مهمة وعملية في خضم الإجراءات المكثفة من قبل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية نهاية موجز التاسعة نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل موسيقى